اشتركوا في القناة ومن السابع المستحيلات كما يقال أن يسمح لأحد المساس بهذا الأمر مثلا أنا أعتبر أنه قضايا الخاصة كتبي أشيائي مؤتقداتي أفكاري لا أسمح لأحد بأنه يمسحها هناك أغلبية الناس يتمسكون بالدين وبمقدساتهم الدينية ويعتبرون هذه المسألة غير قابلة للنقاش ولا حتى الجدل ولا حتى المساومة هذا الأمر جعلنا بطريقة أو بأخرى نقدس الماضي أو نقدس ما نحن عليه وهذا مثل ما إلى حسناته لا بد إلى سيئاته وكما نعرف بأنه لا يوجد شيء على جميع الأصعادة على الصعيدة اليسانية أو الصعيدة الطبيعة لا يوجد شيء كل سيء أو كل جيد لا بد من نأخذ من كل قطر أغنية كما يقال مؤخرا أنا نشرت بوست قلت بي أنه تقديس الماضي هو خيانة كبرى للحاضر ويجب علينا تقديس المستقبل هذا القول اللي نشرته في صباحتي على الفيسبوك تم استقباله كما تشاهدون فأنا قلت أن تقديس الماضي هو خيانة كبرى للحاضر وأن علينا هو تقديس المستقبل وهذا الأمر لا بد أن ننتبه له ونقيم له الاعتبار الكبير هنا تلقيت الكثير من الاعتراضات والتوافقات أو الملاحظات وأجابت عليها جميعا لكن هذا الموضوع حبيت أشاركه بي وأوضح لكم أن هذا الموضوع هو مسألة أساسية في حياة كل إنسان مسألة التقديس مسألة تحويل كل الأشياء إلى مقدسات أو أشياء معددة إلى مقدسات وجعل كل ما حولنا أو قيم قيما أو مادة أو قضايا أو مسائل أو حاجات في درجة معينة بينما نفرز أشياء أخرى ونضع لها أهمية أخرى معنى معاني لدينا هنا دائما هناك قدوسية لشيء ما أو تقديس لشيء ما وعدم اهتمام لشيء آخر وهذه القدوسية نحاول دائما أن نصلح عليها الأضواء سأدقيق بهذا الموضوع ونرى تفاصيل هذه القضية وأعتقد ستكون مثيرة جدا ونقدم لكم علومات قليل غير متداولة كثيرا في قنوات اليوتيوب بشكل عام والسؤال الآن لماذا نقدس الماضي؟ وهل نحن نقدس الماضي لأنه ماضي ولأنه نالك ما هو مقدس فعلا؟ هذا السؤال يجب أن ندقق به بشكل أكبر وأنا وجدت بأن الحقيقة هي أغرب مما نتوقعه أو أبعد من المنطقة التي نتوقع إيجاد الجواب فيها والحقيقة أننا لا نقدس الماضي إنما نحن نهرب من المستقبل نهرب من المتغيرات لا نطيق إيقاع أنفسنا في ورطة مع متغيرات غير محسوبة وخطيرة ولا يمكن أن نتوقع نتائجها نحن نعشق بيت نعشق المكان الذي ولدنا فيه وتعودنا عليه نعشق أمنا نحب أمنا نحب أخواننا نحب أخربائنا نحب أصدقائنا نحب منطقتنا نعشق أولاد نعشق حبيبتنا هذا الجو الأليف اللطيف كله هو جزء من تكويننا الكامل وهذا في الواقع هو جزء من الماضي الحاضر لا يوجد شيء اسم الحاضر في المناسب الحاضر هو منطقة فاصلة أو لحظة فاصلة بين قارتين كاملتين شيء اسمه الماضي وشيء اسمه المستقبل فهذه اللحظة التي نحن عليها هي لحظة إلى علاقة بالماضي هي محصلة الماضي فنحن نفضل دائما المقاع فيما نحن عليه أي حركة إضافية نحو المستقبل هي عملية خطرة جدا ولا يمكن توقع نتائجها نحن لا نستطيع أن نضمن خروجها من باب البيت وعودتنا لبيتنا للعمل مثلا وعودتنا في الوقت نفسه هذا التغيير هو جزء من حياتنا اليومية وكلنا جربنا وكلنا نشاهدنا بأنفسنا أنه تغيير نتائجها دائما مو دائما أنت غالبا أو جزء كبير منها نتائج غير محسوبة سواء سلبا أو إيجابا أنا ذكر طفولتي أو فترات الحروب في بغداد كانت هناك أيام بها سير يعني عندما اشتعلت الحرب مع أمريكا سنة 2003 وسنة 1990 كانت موجودة والناس قالوا أنه ستسير الحرب يعني وكان واضح يوم 17 كانون ثاني أو يناير في 1990 واضح أن الحرب ستستعل وقالوا هدد أخرى 24 ساعة الناس كلها في بغداد يعني اضطروا الناس يعني بغداد تقريبا 7 أو 8 ملايين نسمة فالنسبة الأكبر من المدينة نسحوا للريف للأرياف أو مقارب كده لكن أكو ناس لاحظتهم أنا بقيت لسبب العلاقة بالعمل يعني يعني لم يمكن أن ترك مكان عملي فالمشكلة كانت أكو ناس كثيرين شفيتهم الجيراني باقين بالبيوت ومع أهلهم رايحين وما باقين لوحدهم ومولياء حراس البيت لأنهم لا يستطيعون أو لا يتقبلون فكرة تغيير مكانهم ولا يستطيعون تقبل فكرة أنه يتركون بيتهم أنه هذا الشيء أنا موجود بي والخطر الذي أتعرض له في حالة وجود قصوف ربما كان أكو خوف حتى من ضرب المكان بقنبلة نموية يعني تحيلوا أنه في حالة حرب مع أمريكا وأول مرة أصبح تاريخ البلد أو تاريخ تجارة التجارة الشخصية فهؤلاء تغرروا البقاء في أماكنهم ومعتهم ناس من القاربي قالوا لا أهلا ما نطلع أنا ما أعرف أن أذهب أطلع أي مكان للصحراء أطلع للريف أطلع للمزارع فهو نذهب وأدي أصدقاء وأصدقاء وأقارب وكذا فشوف نستطيع الأفضل شيء أكرم لي أن نبقى بمكاني هذا الفكرة هي إلها علاقة بالتقديس إنه إحنا نحاول أن نبقى على ما نهن عليه لأن التغيير هو عملية مساهدة ألخص الموضوع التماء أطول راح أتحدث عن أشياء إلها علاقة بهذا الموضوع وأولا راح أقدم لخص لما سأتحدث عنه في البداية راح أتحدث عن سبب كراهية التغيير لدينا كتاعنات بشرية وسبب رغبتنا الشديدة بأن يبقى كل شيء على ما هو عليه أو على ما تعودنا عليه السؤال أيضا راح أتناول الموضوع كيف لنا أن نقدس المستقبل ونعتبر أنه الأولى بالتقديس والمستقبل وليس الماضي الموضوع الآخر راح أتناوله هو هل أن هذه الرغبة بالعودة إلى الماضي أو البقاء في كهف الماضي وفي حضيرة الماضي هو شيء على علاقة براغبة نفسية أو مشكلة نفسية داخلنا أيضا راح أتناول مشكلة أقدة النكوس الموجودة عند البشر وأتحدث أيضا عن أن أذكر حقائق وإحصائيات بأن تقريبا أن 87% من البشر موجودة لديهم رغبة برفض التغيير بشكل مطلق وهذه النسبة إلى علاقة ليس بالإحصائيات فقط وهذه العلاقة حتى بتكوين البايولوجي والفيزيولوجي ككائنات بايولوجية يعني هي موجودة ضمن جيناتنا وضمن الموروثات الجينية الموجودة لدينا ككائنات متعددة الخلايا أيضا راح أتناول الموضوع كيف يمكن أن نسبها الماضية وعقدها باتجاه الحاضر وأيضا اختمها بعد ذلك بالنزعة السلفية لدينا لا عني السلفية الدينية فقط عني هناك أنواع كثيرة من السلفيات التي تجعلنا نتمسك بالماضية ونعود إلى أحداث عدفة سلفا وهذا السلف الذي نحاول داما الحفاظ عليه ورفض أي تغيير يحاول أن ينتهك بالطوصين ينتهك هذا المقدسات الماضية التي يجب أن تبقى على ما هي عليها بدون أي تغيير هذا الأمر راح نتناوله بالكامل وأختمها بقول بالنهل أن التقديس هو شيء طبيعي أم لا فكونوا معي لماذا نكره التغيير ونعشق الثباب؟ لماذا نحو 25% من البشر يكرهون جينيا وحتى تكوينيا التغيير ويميلون دائما إلى التعصب للماضي وممانعة لأي تغيير يحصل في حياتهم وعاداتهم وتقاليتهم الإحصائيات تقول أيضا بأن هناك نحو الـ 14% من الـ 85% يعني يبقى أننا عدنا 100% 85% هم يكرهون أو يرفضون التغيير ويميلون بشكل كامل للتعصب للماضي الذي هو يعتبر يحول إلى مقدس حتى يتم تحصينه من التغيير وهذا راح نتناوله بعدين السبب هؤلاء الـ 85% يبقوا لأننا عدتهم 15% 14% من أتهم هؤلاء مستعدون للتراجع عن أي تغيير يحدث في حياتهم يعني 99% معنى المعاني هم يكرهون التغيير والجزء الـ 14% من أتهم هؤلاء يتقبلون التغيير لكنهم في أي مواجهة حاسمة أو قضية بها مشكلة راح يتراجعون فورا يعني بمعنى المعانيه راح يبقى عندنا واحد بالمئة فقط من البشر هم يتقبلون فكرة التغيير ويشجعون عليه بالتالي راح يتضح عندنا كما تقول أحصاءات هذا متحليلات ويقول إنه إحنا مجبرين أو إحنا تكوينيا دماغنا يجبرنا على مقاومة أي تغيير وهذا أكو علماء الدماغ اكتشفوا مكان خاص بهذا الموضوع هذا يعتبر أي تغيير عامل تهديد وبالتالي ماذا يفعل لهذا الجهاز داخل الدواء يطلق هرمونات خاصة بالتعبير عن الخوف أو الحاجة للقتال أو الهرب من المواجهة بحيث هو الهدف من هذا كله حماية الدسم من أي تغيير طبعا التغيير هناك تسميات كثيرة فكرة التغيير بعضها يسميها تغيير بعضها يسميها تقدم هناك يسميها تكيف مع المتغيرات وأيضا هناك الناس ينشعتهم رغم خوف من التغيير أما هناك الناس يأتهم قليلين جداً طبعا هؤلاء صرتهم نوع من الإدمان على التجديد وعلى التغيير بشكل مستمر المهم على الحياة لابد أن نفهم بأن الحياة هي نفسها هي تغيير أكوم أقول ذكرها لشوب نهاور يقول أن التغيير هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن تغييره معنى المعاني أننا مجبرين على مقاومة التغيير لكن في الوقت نفسه أن التغيير هو شيء طبيعي لا يمكن مقاومته بل أن التبات هو الشيء الذي يعتبر غير طبيعي هذا هو السبب الذي يجعلنا دائماً أن نحاول أن نخرج من طبيعتنا أو تكويننا الفيزيولوجيا أو تكويننا الثقافي الذي هو نتيجة لتكويننا الفيزيولوجيا بالضرورة هذا يجعلنا أن نغير من هذه الطبيعة ونحاول أن نتفهم ضرورة التغيير لأنه بدون هذا التغيير الأمر سيصبح صعب جداً كان التغيير العلاقة بالكائن الذي يعني الكائن البداعي القديم هذا الكائن البشري القديم قلد رهبة أو خوف أو تخوف من التغيير لكن الآن مسألة التغيير أصبحت أكثر الضباطاً يعني ما عاد التغيير تغيير الواقع تغيير الأشياء تغيير الأحلام تغيير الأفكار تغيير النمط التفكير كل شيء قابل للتغيير أصبحت في حياتنا في السابق كانت تغيير عملية خطيرة جداً لأنه ستربك كل يعني هنا أربع أو خمس متغييرات كانت في حياة الناس القدماء فهذه العملية ستدمر كل شيء لأنهم بالكاد مسيطرين على حياتهم وبالكاد يعني يقاومون مراء ويقاومون قضايا يقاومون باحتمال حيوانات الضارية تقتل أطفالهم وتقتلهم يعني عشرات التفاصيل كلها عوامل تغيير لا أول إلى ولا آخر تحيطهم السيطرة على حياتهم وتحيماً على التكوينهم هذه العماء يعني الآن تسعين بالمئة من هاي المخاوف رفعت عن فاهل البشر فبالتالي مسألة التغيير أصبحت مو مسألة مخيفة وراسخة بتكويننا علينا أن ندرك بأنه ضمن تكويننا الجيني هناك خشة من هاي تغيير لكن هذه الخشة مبالغ بها وعلينا أن نعرف ونفهم سر يعني حتى عندما نشعر بذاتنا علينا أن نشعر بأن هاي الذات أو طبيعتنا الغريزية هي تنوع من مبالغة في مقاومة أي تغيير التغيير أيضاً مشكلته أنه هو يتعارض مع استقلالية الناس واستقلالية الأفراد فهذا يخلي الناس يشعرون بأنهم فقدوا السيطرة معنى أنه أنا عندما أشعر بأنه أنا متمكن من ذاتي وأحطد ذاتي بهالة من التقديس أو من القضايا الأساسية اللي أعتبر أنه هاي أشياء وهذا التفاصيل وهذا بيته وهذا مكاني وهذه نمضي وهذه أتم معتقداتي وكل شيء مرتب وجاهز وهذا عملي وهذا أولادي فأي تغيير بعد ذلك هو يعتبر تهديد لاستقلاليتي هذا أي عملية أي محاولة تغيير لا يقول لك هاي يشعر بأنها مسألة تحدد حياتها وتحدد استقلاليتها وأيضا تجعلها يفقد السيطرة على الواقع الأمر يتعلق على أب الأفراد ويتعلق بالجماعات أيضا يعني مسألة مو بس فردية ولا سياسية فقط ولا دينية فقط يعني مسألة أكثر تعقيدة من هذا لكن هي هكذا مواصفاتها العامة أهلا بالتالي نقاوم التغيير لأننا نعلم بأنه سيئ عند الشيء شيء مختلف وغير متوقع ولمشكلة لا نعرف كيف سيحدث يعني أي تغيير هذا تغيير من أين ما سيكون وهذا يجعلنا نقاوم أي تغيير لأننا لا نعرف نتائج هذا التغيير على المدر القريب أو البعيد أما إذا صارت الأمور على ما يرام فربما مثلا إذا افترضناك هناك عدد من الموظفين في مؤسسة أو شركة معينة فهؤلاء يقاومون التغيير لأنهم يخافون أن هذا التغيير قد يعدي للأسوأ وليس للأحسن فهم يركزون على جهازهم الخاص بالعمل ويظلون يحاولون على وضوحهم كما هو بدون أي تغيير وبالنتيجة راح يفشلون بإدراك مسألة أساسية بأن التغيير ضروري ولا بد من وجوده في مؤسسات الحديثة وشركات الإنتاج الحديثة في العالم وإلا لأي شركة لا يوجد أي فرصة أن تستمر وكلنا نعرف شركات سقطت بسهولة مثل نوكيا التي كانت محتلة العالم بالموبايلات في لحظة خلال سنة سنة وإلنا وفلاسها وبعوها وكذلك شركات كثيرة أفلسة التغييرات تساعدنا بالحياة بقضايا كثيرة جدا هي تساعدنا وظرنا أيضا بالتأكيد المتغيرات فيها جانب ضار لكنها تساعدنا على الموضي دائما في الأمام في هذا الموضي مجبورين فهي تساعدنا هذه المتغيرات نكتسب خبرة في طرق مواجهة المتغيرات مستقبلا كل ما هنا سقطنا في هاوية متغير ولاقينا الأمرين في كفية مقاومته ومعالجته كل ما هنا زادت خبرتنا في التعامل مع المتغيرات واكتشاف معالمها الأولية مسبقا النظام التقافي الذي نولد فيه دائما يسببنا مشكلة أنه يمنعنا من التأكل مع المتغيرات ويجعلنا دائما ارفض 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 ولا تسألوا عنها شان انترجوا لكم تسوعكم فهي حتى بالدين موجودة هاي القضية هذا بالتالي التغيير مسألة أساسية ورح أوضح لماذا هي مسألة مهمة وكما أوضحت مسألة يعني بحياة عموما الآن التغيير والتطور ما عادت مسألة جانبية أو غامشية وعلينا الاعتراب بوجودها وعلينا التأقلم معها لأننا بدون هذا سنخسر كل شيء اللي كان يشتغل مثلا النجار لا يمكن ان يعمل بعد الآن بدون ان يتعلم على الكمبيوتر اللي يشتغل حتى اللي يبقى طماطة مثلا أو يبقى بصل فعلا ما يقدر يشتغل بعد يعني صعب مع الآن أن يستمر بعمله إذا ما كان عنده قدرة على التعامل مع الكمبيوتر أو يعرف يقرأ ويكتب ويعرف تغلبات الأسعار ويعرف كيف من أنواع البصل الجيدة مثلا من مصادر الناس اللي عارضين هاي الكميات من البصل من يشتري أو حتى كيف يعني يشتري ويحول أموال عن طريق الإنترنت فكلها عمليات تغييرها فكيف ممكن أن ترفضوا التغيير بعد الآن المسألة التغيير أصبحت أساسية وحساسة جدا في الحياة كانت سابقا غير أساسية لكن سؤالها أنتقل إلى الفقرة الثانية وهي المهمة إذا كان الماضي لا يستحق التقديس وإذا كان الماضي هو بأبارة واضحة هو التاريخ أخطأنا فكيف لنا أن نقدس المستقبل الجواب ببساطة أكرر السؤال كيف لنا أن نقدس المستقبل الجواب ببساطة هو أن لا نقدس المستقبل فعلا بل أن نكتب بأمر واحد فقط أن نرفع القداسة على الماضي لماذا؟ لأن الماضي هو تاريخ أخطأنا هو سجل حماقاتنا هو قائمة لا أول إله ولا آخر به أسوأ ما فعلناه وأغضى ما فعلناه وأحمق ما فعلناه هذا السجل الذي احتفظنا به سجل الماضي هذا مكتوب بكل سيرتنا سيرتنا يعني مكتوب أو غير مكتوب لكن دائما لن تجد فيه إلا ما هو سيرتنا السيئة الجانب كبير من أتهي هو يعني توثيق لحقائق كانت أغلبها أبارة عن عمليات يعني أخطاء أدت إلى حوادث ومذابح ومعارك دامية وخلافات دامية ومآسي كثيرة كان هو هذا السجل الماضي هو السجل أبارة عن أخطاء أفتكفها البشر قديما ومازلنا نتفع ثمنها حاضرا أعتقد أن جزءا من خطط تقديس المستقبل يجب أن تتضمن تأسيس علم جديد أسمي علم الغباء البشري لأننا ببساطة من خلال هذا العلم سنفع سن الغباء المتأصل فينا وسنعرف من خلال المناهج التي تبعها هذا العلم مناهج الإنسان أو مناهج الدماغ الإجرائية أو الـ التي تقولها دائماً لارتكاب أشنع وأخطر الأخطاء الإنسان بالتالي أو الكائن الإنساني أو المجتمعات الإنسانية هي مجتمعات منذ خمسة ألاف أو عشرة ألاف سنة بدأت يعني تتطور مع تطور شبراتها فقدما نأتي نبحث تطور الإنسان المعاصر يعني تطوره وتقدمه التقني والمعرفي عندما نجي نبحثه بالتوازي مع التطوره ماذا نجد؟ نجد شيء متشابه بين التطورين أن الإنسان أن العلوم تتطور بطريقة واضحة وهي أنها تبني على أخطائها فعندما تحاول أن تعرف أن تسأل ما هو تاريخ الألم مثلاً فستعرف أن التاريخ الألم هو تاريخ أخطائه وتاريخ يعني النظريات الفاشلة التي قدمه والتاريخ النظريات التي ثبت نجاحها وبعد ذلك ثبت فشلها الآن العلم لا يبحث عن تاريخه لأنه ما يحتاجه بالضرورة الدمانة على الإنسان ماذا نجد؟ نجد عملية متشابهة لأحد باقي جداً أن الإنسان المعاصر الآن هو نتاج أخطائه وأن تاريخ الإنسان هو تاريخ أخطائه معنى أن كل ما حصل في الماضي يجب أن نتخلى عنه ليس لأنه هو شيء عظيم لا أو شيء سيء إنما هو كان تجربة كان اختبار للبشر ما فيه ألاقتهم بهذه الحياة وألاقتهم مع بعضهم وألاقتهم مع ذاتهم وألاقتهم بهذا العالم بأكمله وقدرتهم وكان امتحان لقدراتهم على التاقل مع الواقع والطبيعة وشروط الحياة وشروط تحقيق الإنسانية الناجزة المكتملة الناضجة هذه العملية ما رح تتحقق إلا عندما نشعر بأننا الآن وفي هذه اللحظة نتاج سلسلة أخطاء تاريخ الإنسان هو تاريخ أخطائه لا يوجد تاريخ للإنسان إلا تاريخ أخطائه لا يوجد تاريخ مقدس في الإنسان هذا وهم علينا أن نتخلى عنه ومن هنا أصل إلى فكرة أو زغدة ما أريد قوله في هذه الحرقة وأن من يقدس الماضي فهو بحقيقة يقدس أسوأ ما لديه حتى لو كان هذا الماضي كان بأجياء عظيمة بمتقدات عظيمة على المستوى الزمن البعيد أو حتى لو كان هذا على المستوى الإنساني الفردي أنه أنا كنت أشتغل مكان وما زلت أشتغل على المكان لا هذه مرحلة هذه خطوة عليك أن تدرك بأن هذه الخطوة ليست هي صحيحة إنما هناك خطوات كثيرة تدرك هنا يصبح الماضي هو أقل الأشياء في الدنيا قداسة ويصبح المستقبل هو أكثر أشياء قداسة لكنه ليس بمعنى أن المستقبل سيكون مقدس لا بمعنى أنه كلما رفعنا هالة القداسة عن الماضي كلما اكتسبنا مستقبل مقدس بمعنى الحقيقي وقدما نصل إلى لحظة أو نسقط في لحظة ذلك المستقبل بعد سنة سنتين شاثة سنكتشف بأن علينا أن ننضي إلى المستقبل المقدس الذي لن نصله أبداً فهذا نوع من التعارض اللوظي والمفهومي والمعرفي أن المقدس دائما يتسم بالثبات ويتسم بأنه لا يقبل ومطلق لا يقبل الحركة ولا يقبل التأويل هو مقدس خلاص يعني كتلة صماء أو فكرة صماء لكن قدما يكون المستقبل هو المقدس لن يفقد هذه الصفة وسيكون المقدس الذاك هو الشيء إلى علاقة بالمتغيرات والعلاقة بالمتغير ويجعلنا نطمئن للمتغيرات لسبب بسيطة أننا ما أعد المتغير أو الأشياء التي نسميها كنا تنتهك الثوابت والمقدسات هذه الأشياء ربما فيها حسنة ونستطيع اختبار هذه الحسنات مقدماً ونتربأ بما ستكون عليها المتغيرات مستقبلاً الإنسان المقدسين كان يقدس الأشياء ويرفض التغير بسبب أنه لا يعرف النتائج أو عواقب المتغيرات التي تطرع حوله كان عندها يشوفها كسلزار صار ما يعرف يتخيل أن الدنيا انقلبت صارت أن الآلهة قررت تفني كرة أرضية ويوم القيامة حال بعد ساعتين هذه كان الإنسان يصور الآن عندما اكتشفنا وقايا وعرفنا شروط قوانين وطبيعة بدأنا نفهم أن المتغيرات بإمكاننا السيطرة عليها وبإمكاننا التنبؤ بها الآن نحن نقدر نتنبؤ بعد عشرة يام بوجود عاصفة وهي كلنا جربناها عشرات المرات فهنا الآن نستطيع نقرب بأن هناك فيروسات وأن هناك أشياء يعني عرفنا كل جزء من أجزاء الطبيعية عرفنا ما هو الهواء عرفنا كيف نعيش عرفنا كيف يتم هضم الغذاء عرفنا تكويناتنا جسدية الفيزيولوجية عرفنا ما هي النباتات من الفرق بين النبات وبين الحجر وبين ما ضعنا الحياة وهكذا هذا كل المتغيرات أصبحت ليست بالشيء المخيف كما نعتقد سابقاً وأيضاً على المستوى الاجتماعي المتغيرات لم تعد كما كانت سابقاً فبالتاني أصل إلى موضوع الاجتماعي هذا يراد لفصل حلقة خاصة لا تفصل فقط أقول لكم أن المتغيرات بشكل عام لم يعد ذلك الشيء الذي يخيف الإنسان والواجب الآن أن نقلب المعادلة ونقول بأن تقديس المستقبل هو الذي يجب أن يجري مستقبلاً وأن كل من يقدس الماضي بعد الآن سوف يخسر المستقبل ويخسر نفسه أن هذه العملية فات عوانها ولم تعد مسألة ذات جدوى لأسباب التي ذكرتها العودة للماضي هنا لازم أنتقل على الفقرة الأخرى بأن العودة للماضي نفسياً هي عقدة أو نكوس يعني مسألة ريقرس يعني هي مسألة راسخة في التكوين البشري الماضي بالنسبة للأغنبية يوحي بالأمان الأمان العميق باللاوع البشري وهذا الأمان يعني السبب لأنه لا يمكن أن يستعاد الماضي لا يمكن أن يستعاد فهو لا يمكن أن نرجع نختبره لهذا السبب يوصف بأنه كامل ويوصف أصحابه بأنه من صف البشر اللي نعرفه معه كله مخلاق كامل أكتلاء بشكل مطلق كرماء نبلاء وأكوياء يعني صحابه لا يأتي بالباطل من أمان ولا خلاق هذه هي الصورة التي لدينا لكن نقنن نفسها بهذه الصورة وسرعان ما يغدو الماضي بعد ذلك هو محط أمان ويصبح مقدس وفقاً لكل مجتمع طبعاً بالنسبة للمسلمين والعرب أن الإسلام هو الحال وهذه القصص المعروفة لا يوجد حلقات بهذا الموضوع الواقع أن تقديس الماضي وأصحابه هو نكوس نفسي هو عمليات حرب من صعوبة ومعاناة الحاضر القاسي فهذه المصاعب التي نواجهها لا تركنا مجال كبير إلا العودة إلى الماضي وحتى الحق التوازن النفسي والحياتي مع أنفسنا ويصبح بالتالي هذا الماضي يعني يتخذ يأخذ مكان أحلام يقضى يعني مثل ما كل إنسان عنده أحلام يقضى يعني أحلام يقضى عادة تكون تخص بالمستقبل ستكون أحلام يقضى ترجع للماضي يعني هي تصير محاولات لتعديل واقع الحاضر الصعب ورسم عالم المستقبل بطريقة تلبي كل الرغوات يعني بدلاً ما نخطط المستقبل سنرجع للماضي نجيب نحن بأحلام يقضى بالماضي نحن نشوفه يا مصطحابة وفتوحات الإسلامية إذا كان مسلم والفتوحات المسيحية إذا كان مسيحي يعني أمجاد يجب أمجاد عظيمة بالماضي حاول يستئيدها فهي عملية سهلة فهو موضيشة الصعوبة فهو لهذا السبب يرغب بها فتلقى أيش بهذا الوهم وهذا يساعد بالنتيجة على تنشيط الجانب الإمباثي أو الشعوري أو الحدسي والجمالي في مخل الإنسان لكن المبانغة بأحلام اليقظة هي رح تتأدي إلى الابتعاد عن الواقع هذا بالنتيجة رح يؤدي إلى نوع من الخمول والركود وعدم القدرة على إنجاز أي عملية مستقبلية أو عملية تأسس لمشروع جديد هذا النقوص نحو الماضي رح يلغي تقريباً كل قدراتنا على تنمس الواقع واكتشافه بطريقة إيجابية وبالنتيجة النهاية يعطي المستقبل وهذا بالضبط هو الذي نحن عليه حالياً كأمم عربية إسلامية ولماذا؟ لأن استعادة جنثة الماضي ونجيب الماضي ونحطها بالحاضر لأن حصلاً هي عملية أحياء لهذه الجثة وهذا رح يأدي؟ رح يأدي لأن يحول البشر نفسهم إلى جثث متنقلة ستتكاتر مستقبلاً وتنتشر في كل مكان أي أن الموت يصبح أو الغياب أو سلطنة أو التحشيش يصبح البجتمع بأكمله أبارة مخدر ومعطل عايش على جثث الماضي الذي استعاده والبعض الآن حتى لا يستعادون مشاهد وصور ورسمون أشياء حتى الملابس يحاولون يلبسون فهي حتى أشكال الناس الذين ماتوا قبل ألف سنة أو البين سنة بدأوا يستعادوها والكلام يحاولون أن يقلدوها كما قلت حقيقة أن أغلب البشر يرفقون التغيير لكن السؤال لماذا يفعل هؤلاء؟ هذه الرغبة بمقاومة التغيير كيف يمكن معالجته؟ كيف يمكن أن نفهم معنى الحياة في الماضي ونحن نعيش بالحاضر؟ سأضطي عدة نقاط في السجل أولاً أن الماضي المشكلة أين ستكون هنا ستتوضح؟ أذكر خمس نقاط أولاً أن الماضي لم يقرأ ويفهم جيداً وأن من يتبنى إما جاهل أو مؤتاش على الماضي ويعني حالهم حال رجال الدين ورجال السياسة ثانياً سحة الحاضر والمستقبل أصبح مسألة فعل وسلوك وعمل ثالثاً أسطرة الباضي ستأتي إلى أسطرة الحاضر والمستقبل وكل شيء أي أن الحاضر هو أسطوري أسطورة والماضي أسطورة والمستقبل أسطورة وتراكم الأحداث وتراكم المنجزات وتراكم الأعمال وبالتالي الوصول إلى نتائج مرضية وهذا أيضاً علاقة بالحضارة لماذا لا نتراكم حضارة؟ لأننا حتى الجهد الفردي أو المبدأ والإنسان الذي عيش حاضره ويأسس المستقبل سيضيع أنه لا يوجد تراكم لأن الزمن مفقود الدورة الزمنية متوقفة عليك أن تقود الماضي وتثبتها بالحاضر والعملية انتهت رابعاً هذا موضوع قصة طويلة ما كدعها ستحدث عن نقطة رابعة حتى ما أرى بالتفاصيل تصبح عملية الحياة في الماضي عقيدة عقيدة أجيولوجية صارمة ومتعصبة الغاية من أتها أو أكبر غاياتها هي جعلها قناع مقدس يخفي الواقع وهذا الذي يحصل بالضبط أنه يرفضون المتغيرات الواقع يرفضون الحداثة يرفضون الألم يرفضون الملجزات يرفضون الفكر الذي أنتج هذا الألم وانتج هذه الحضارة التي نعيش بها حالياً فماذا يفعل؟ يهرب للماضي يحاول على عقيدة أجيولوجية والغاية منها يضع هذا يضع الماضي قناع مقدس طبعاً لا بد أن يشوي مقدس لأنه جزء من اللعبة حتى يخفي الواقع ويعتبر نفسه أنه أنجز أنه الآخر هو خطر لأنه متغير الآخر خطر وعلي أن يرجع للماضي وبالتالي هو ربع ماذا؟ ربع استقراره وأيضاً لم يكلف لسوي شيئاً ولم يخاطر بأي شيئاً وفي الحقيقة هو وهم في وهم خامساً لأنه أتيت بكل مشاكل الماضي وانت تحاول أن تستعيد الماضي والتطبق على حاضر مختلف تماماً وبالتالي راح تصطدم يعني ما تقبل شيئاً أنه متل واحد يعني قاعد ببيت حديث جداً ويأتي ونصب خيمة في الداخل فأنت ماذا تفعلون؟ وأكوان آخرين موجودين منك حتى الآخرين حتى لو كانوا معاك في فكرة العودة للماضي أيضاً يقول لأن الخيمة غلط لازم نستعيدك خيمة أو أكوان واحدة من الوبر خيام من كذا من خيوط مختلفة أكو أهجام فأنت عندما تعود للماضي كل واحد يرجع طريقته فإذا بالتالي يتحول الحاضر وهذا فعلاً اللي حاصل الآن كل واحد أدى مذهب ويقول هذا الدين الصحيح وهذا الإسلام الصحيح وهذه الفكرة الصحيحة والشيوع الصحيح والعلمان الصحيح وهذه القصص لا تخلاص بالنتيجة هنا خسرنا المستقبل وهذا حالي بالماضي واستعادته بالتالي أخيراً سواء من رفضوا التجديد والتغيير وأيضاً من ضحايا هذه القضية ربما الآن ننتقل الآن موضوع أنه الماضي حين يصبح عقبه بدلاً من الحاضر قد يقال لا حاجة لتخديس الماضي ولا حاجة لتخديس المستقبل أنه علينا الآن نبتكر الحاضر الجيد وهو هذا الذي سيبني المستقبل الجيد أقول هذا كلام خاطئ فلأننا مهما حاولنا فلا يمكن تأسيس مهما حاولنا فلا مستقبل دون تأسيس للحاضر على أرض الماضي لأن أو الحنين إلى الماضي هو الحنين إلى السلفية بمعنى المعاني أي أن من يعيش الحاضر أو في الحاضر يقتاد دائماً على ما يجيء به الماضي والسلفية بالتالي هي حالة اجتماعية متأصلة باللاوع والجمعي للناس بفعل ثقافة لهم أو عاشوا بها المغولة السلفية لا تشمل السلفية الدينية يعني هناك أرواق كثيرة من السلفيات هناك مثلاً سلفية شعرية وهي أكو ناس يعتبرون أن الشعر الجيد هو الشعر العمودي فقط أو أكو ناس يعتبرون حتى بنشر المفارقة حتى جماعة قصية النظرية صارها نصف قرنة أو أكثر أصبحوا يعتبرون أن قصية النظر هي الشعر الحقيقي الوحيد والشعر العمودي ما لا قيمة فهما أيضاً أصبحوا سلفين بمنهجهم هنا ماذا حصل؟ حصل إضفاء فعل التقديس على ما اعتاد عليه شعر معين من الشعر أو متدين من الدين فالمسألة واحدة أنه تعود على الشعر فأعتبر أن هذا المقدس الوحيد وكل ما عداه هو باطل أو في ضلال يعني هنا يبدو أن كل من يعني كتب شعر غير الشعر اللي أنت متعود عليه هو يعني تتعلم كتابته بن لا شيء أو صدر بالفراغ وكان من الذين أسسوا الدين أو أنتجوا الدين كانوا آلهة وما مروا مراحل تطور وتغير طبعاً هذه مسألة خطيرة جداً تنتشر بكل جوال في حياتنا فهناك دائماً تجد سلفية حضارية وأيضاً تجد سلفية لغوية يعتبر أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة وهي لغة كاملة مكملة لا تحتاج إلى أي تغيير ويعترض على أضافة أي شيء ليس فيها ويعتبر بالتالي أن هذه اللغة هي جثة هامدة يجب استعادتها أيضاً ولا يمكن من الماضي ولا يمكن إضافة عليها أو أنه يعتبر مثلاً أن الغرب عندما يتم مواجهته بمسألة أن هذا التجمد والتكلس والعودة للمناضي والتسلفن شوف الناس أين وصلت شوف الغرب شوف الحضارة شوف أوروبا يقولونك العاها هذا الغرب أصلاً لم يكن لما أخذ من عندنا مشكلتنا نتخلينا أنه أخذ من عندنا فهنا لازم نرجع لنا أخذ من جديد ومجرد تأخرنا عن الموضوع تخلينا عن الأشياء القديمة عندنا كأن العلوم والمعارف التي قدمها العرب هي أصلاً من إجابها من اليونان ومن الحضارات الموجودة حولهم هي أصلاً عملية انتقال مرت خلالهم مثل ما جميع شوف يعني تتعلم شيء بصري اليونان أيضاً الآن اليونان تعبانين مثلاً ثقال فيه وحضارة لكن انتقلت كانوا واسطة للنقل فمو بالدرور أن ترجع الماضي معناتها ثابت هناك بالتالي أيضاً هناك سلفيات مثلاً ناس تعتاش على أوهام ذكرات العائلات يعني عوائل الماضية العظيمة الجميلة وقصص الأباء والأجداد التي لا نظير عليهم بالحكمة والكرم والأخلاق والعظمة وكأن هؤلاء كانوا ممن البشر يعني يعني كاملين مكملين ما يخطوون ولا يقومون بأي فئر خطأ وكل ما علينا أن نستمد من هذه السلوكيات العظيمة فبالتالي يرسم شجرة عائلة يعني أسطورية ويحطها حرزة بحياتها ويتعامل مع الجميع وفق هذه وفق هذه وفق هذه الملطة هذه اسم أعتقد بالنفس سموها الخصاء أو الواحد يخصى ذاتها بذاتها أو الاستمناء الماضوي يعني واحد يستمني يعني يستعيد الماضي ويستمني عليه فهي عائلة أبارة جميلة استمناء الماضوي هناك أيضاً من يفرض على زوجتها مثلاً النوع الخصية العائلة أو الأوديبية يعني يفرض على زوجتها تسمية ابنهم مثلاً باسم أبوه أو الأم تفرض على زوجتها باسم أبوه أو أخوه أو بيتها تسميها باسم أمه وهكذا هاي يسمونا athlete ويشيخي آخرون يمرسون تربية أبناهم بطريقة أبوية الكثير من أبوهم يربيهم بضروب ما ضروب أما ما يستعيد الطريقة القديمة اللي قال به ورغم كل عيوبها وهذه يعني أنها أيضا تسموها السلفية التربوية وهذه تمسخ الأجيال طبعا وتحرمهم من التفرد والتجدد والمغايرة والإبداع وبالنتيجة تغيير السؤال العام ماذا نفعل مع السلفية الطبيعية داخلنا؟ هذا السؤال مهم جدا وهو يعني جزء أساسي من الموضوع اللي قال بثير العام طبعا هناك ناس بالتأكيد ضمن هذا الكلام اللي أطلقته الآن راح يشوف بأنه جزء من عنده من هاي الأنواع اللي ذكرتها من السلفية راح يشوف أنه هو يعني موجودة عند يعني وحدة بن أتهم وهذا موضوع طبيعي كما قلت أنه مسألة خشية من التغيير والعودة للماضي مسألة طبيعية على كل إنسان فلا يمكن المقاومة إلا علينا إدراكها نعلى القضية الأساسية اللي لازم ننتبه لها طبعا هناك ناس وناس آخرين يعني شيء يقولون بأنه هذه النزعة أو التوجهنها والماضي هو هو خيار العلاقة بالقداسة والعلاقة بأنه مسألة على علاقة بالنهوية والعلاقة بعاداتنا وتقاليدنا طبعا هي هاي المسألة بالتأكيد هي هنا الفكرة أنه أنت هذا الكلام الذي تتحجج به هو يؤكد وجود النزعة السلفية الطبيعية لكي نعود إلى الماضي ونرفض أي متغيرات لكننا في الحقيقة مجبرون على تقبل المتغيرات وإلا فنحن سنكون فاشلين يعني المسألة على علاقة بالتأكيد على كل حال هناك طريقين أما أو حلين رئيسيين أما أن تلجأ لوعدة من هاي أنواع الأنواع السلفية التي ذكرتها أو وعدة لرادة نفسها بهدف التأكيد أو يعني هو ممكن لأن السلفيات هي موجودة لتوفير الأعذار فأنت عندما تلجأ إلى السلفن فأنت تلجأ إلى الاعتدال بقضية ما لأن هي موجودة حتى تعتذر هي أصلا هي هاي وظيفة أنه تتحجج بها فعليك أن لا تتحجج بها وتجد لك طريقا آخر لكي تتخلص من المأزا أو أن تبقى عاطل ذهنيا يعني وإنسانيا عاطل عن التواصل مع الآخر وتواصل ممانعة التغيير أو التفكر وتمعان بالأفكار الجديدة المبتكرة التي تتقاطع مع الماضي يعني مو كيفك الآن التغيير أصبح مسألة كما شرحت قبل فترة قبل قليل أو أيضا قبل فترة بفيديوهات أخرى لا يوجد مسألة اختيارية يجب أن تتطور يجب أن تتغير يجب أن توقف التدهرج هذا الزمن الأفقي حتى تشكل الزمن العمودي أي أن تفكر خارج الصندوق هذه أرادة لأشرح بعدين بس أمم وعد يمكن أن يراجع الكلام ويفتهم قصدي هذه الطريقة وحدها توقف تدهرج وانسياب أفكار الماضي وهي واحدة التي ستأسسنا الأفكار الجديدة والمطلقات الجديدة لماذا؟ لأننا دائما في مكان جديد في ظرف جديد في بيئة جديدة في فضاء جديد الآن أصبحت المتغيرات متلاحقة جدا المتغيرات كانت تحدث في الطبيعة كانت تحدث بسبب الموت بسبب الزلازل بسبب الأحداث غير متوقعة بسبب الأمراض الآن أصبحت تغيير الإنسان هو الذي ينتج تغيير لا أعضل الفرق الحائل بين الأمرين أن الإنسان هو الآن أصبح جزء رئيسي من عمله ونشاطه ومبرر وجوده وأيضا إمكانية وجوده وبقاءه على قيد النشاط وعلى قيد الإبداع وعلى قيد التفكر أن يعمل على التغيير فالبقاء والتسلف مع الماضي أصبح ليس خيار ناجح على الإطلاق لا يجب أن تغامر لا يكون خير آخر الذي لا يغامر الآن في هذا العالم المغاصر أعز عماني لا نطيع أن أرى أن هذا العالم ليس جيد أو غير جيد لا لكي تكون موجودا في هذا العالم عليك أن تعمد إلى أن تقدم شيء جديد ومغاير ويتفوق على آخرين لا يجب أن ترجع إلى الماضي وتختار الجانب السهل بالموضوع هذا أوكي نستمر هذا سبب بلدان المتخلفة في موخل في الأمم خارج التاريخ أيضا وخارج الحضارة وخارج كل شيء المشكلة أنه عندما ننسس لأفكار جديدة أو نحاول نوقف أفكار الماضي أن البشر عندما يتحدثون معك يحاولون العودة إلى عقبات معرفية يعني طبعا يأتي لك لأنها مقدسات يحاولون المسألة التخلص من الماضي إلى قضية مقدسة وأصلا هي أصبحت مقدسة لأنها غير مقدسة يعني أصبحت مقدسة لأننا بحاجة إلى وضع هالة القداسة عليها لأننا بحاجة لأن نتخلص من وضعة الحاضر وأسئلة الحاضر وتحديات الحاضر وبالتالي المستخبر وضعنا حاجز القداسة والآن عندما تحدث عن القناة يجب أن توقف انسياب أفكار الماضي على حاضرنا لأن هذه الأفكار ماضي انتهت جثة ما انتهت وماتت لازم تأسس جديد لا غير مقدسات فهو يتحجج بالحجة يعني يتحجج بالقناة الذي اختلأ خنقه بنفسه وبعد هذا يجي هو يدعي بالتجديد فشي يسوي يرجع للماضي يجيب القديم ويقنق أنه يجدد فهو كان هذا شيء جديد بالتأكيد هو ما موجود هل تكون موجود؟ لا ما موجود يعني لأبة سخيفة وتافة ولأبة غابية طفولية المفارقة الكبرى هو أنه هذا النقوس المتكرر الدوري الذي يشعر بأنه التجديد سيحدث الذي يتعود عليه فهو ينهزم الماضي ويرطل الماضي ويرفض الجديد وبعد ذلك يتراجع ويقول لك لا يوجد شيء عندما تضغط عليه الأحداث يرجع لك مثل يصير داعشي وبعد ذلك يرجع للسنة أو للمذهب السنة الطبيعية وبعد ذلك يرجع يصير داعشي أو يصير بحثي وبعد ذلك يكون شيعي ويصير سني وبعد ذلك يقول لك لا أرجع لشيعي أحسني وهذه عملية جراجة كلها عملية ارتفاك بالكامل وسببها الوحيد أنه أنت مات تتقدم للأمام وبسبب هو ليس مشكلتك هي مسألة طبيعية داخل الإنسان ضمن تكوينك البيولوجي والتي يساعد عليها هو أن هناك أشخاص يعملون خصيصا لكي يتاجرون بهذه المسألة وبهذه الرغبة الموجودة بشكل طبيعي داخل الإنسان وفي لحظة ما سأتحدث عن هذا الموضوع الجديد عنده دائما تغييرات سريعة المشكلة هي مشكلة التغيير أيضا ليس كلها بالعكس مخاطر هائلة أشك في هذا الموضوع لكن المشكلة بأنه جديد دائما يحدث تغييرات سريعة لكنه عندما يفشل ولو بالنسبة بسيطة يجعل الأغنبيات تلاجع عنه هذا يفسر لماذا الناس تنقلب على الثورات عندما لا تؤسس بسرعة واقع جديد أو مستقبل الجديد وعندما أيضا يفسد قادة هذه الثورات وما يضربون يعني ما يصبحون أمثلة أو نماذج نجاح وتوفيق بأنفسهم وبسلوكهم الأمر ينطبق طبعا مو بس على الجانب السياسي أو الديني أيضا أو الاجتماعي أو أي مجال آخر ينطبق أيضا على العلم ف النظريات العلمية الجديدة لا تنجح إلا إذا حققت إنجاز علمي مثلا نظرية أينشتاين نظرية أينشتاين نظرية أينشتاين وأصدر يعني نظرية العامة والخاصة فهي رغم أنه هي خالفة الحس العام طبعا وقالت إنه هناك الزمن أو أدرابة أو الزمن حتى الآن لا تستطيع تخيل وجود شيء بوعد رابع اسم الزمن يعني الآن موجودين في هذا المكان في أي لحظة ترى أمامك ثلاثة أبعاد وارتفاع لا بد فوقك شيء ولا بد إلى يمينك ويسارك شيء ولا بد إلى أمامك أظامك وخلفك شيء وأعني الأعلى والأسفل فهي ثلاثة أبعاد لا يوجد شيء فكيف تتخيل الأسفل؟ هناك مشكلة هذه علاقة بالحس ولكن نظرية قدمها نشلائل معها لأنها تقبلت ما هذا كلام بعد ذلك أثبتت نجاحها وهي هذه النظرية التي تغيير يعني حدثت الإنقلاب هائل بكل شيء نمط التفكير يعني أنها أبعاد كثيرة كل المجالات هي التي أدت بناء مفاعلات وهذه علاقة بحياتنا المهاصرة عن منتجاتنا هي التي أدت بناء مفاعلات ونتاج القبلة الذرية وفوائتها يعني الناس شافوها بعينهم بعد ذلك يعني تراجعوا عن قول بينها تخالف الملطق والحواس لو تراجعون يعني بعد ظهور النظرية وشيوعها بين الناس حجم الاحتجار جاطتها الآن بعد في يوم الأيام سنة 1920 أثبتوا بأنه الضوء ينحرف بعدما شاهدوا عملية كشوف من الملطق القريب على أستراليا ورزدوا هذه العملية وتحققت النظرية يعني أثبتت النظرية صحتها وبأنه التنبؤ حدث كما كما توقع أينشتاين أو كما وضع حسب المعادلات التي وضعها بالتنبؤ بالتنبؤ أينشتاين أما نظرية دارون هم مشكلة ثانية يعني أيضا هي تهير يعني غيرت التاريخ ما يكمل أو إلها تأثير هائل يعني نظرية دارون أقدر أقول أنه نظرية بحجم تأثير الأنجيل والتوراة والقرآن لغم أنه الرجل ما لا علاقة هو الرجل لأشي مجرد عالم ما عايش حياة بسيطة يعني كل عايش بطريقة يعني إذا تشوفون حياته مطرفة يعني يعني عايش في منطقة في ريف وكذا واربع عشي ساعة عدايق حتى ما يتحدث عن الدين وحتى ما الزوجته لا قبل أن تتتزوجه إلا عندما تأكدت بأنه رجل متدعيم هو قال يعني خططني الزوج وأدي حلقة خاصة هذا الموضوع نشرتها قبل ستة شهرات تذكر عن طريقة لتتزوج بها دارون ممكن أن تشوفوها وهي حلقتها عن الزواج وعن العلاقة بهذا الموضوع على كل حال النظرية دارون التي فسرت التطور البشري وجميع الأحياء طبعا هي تعرضت التشكيك وما زالت تعرض التشكيك وهذا أمر طبيعي يعني يشكك بالنظرية لأنها تزعج الماضي يعني هذا لا يتحمل يعني معقول فهو أمر مسألة طبيعية التشكيك بأي نظرية هو وقدم القوانين أي نظرية أنه هي تخضع التشكيك أو إنه لا يمكن أن تقدمها هو لابد أن يقدم هو نفسه دارون يقدم بكتابه قال إنه أندي شكوق فلان قضية فلان قضية فلان قضية فلان قضية بلنظريتي يعني 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 عقلية يعني عدوانية أعادة تعيش المجتمعات المتخلفة تحت رحمة السلفين يعني هؤلاء أشكال وألوان كثيرة هؤلاء دائما يجعلون الناس يعيشون بدون مستقبل يعني عاجة بين المستقبل قد دائما في حالة واحدة ويظلون دائرة في دائرة مفرغة يعني فيش سايكل يظل دائرين بهذه الدائرة الدور حول الماضي ومجراته وأساطيره وتفاهاته وإخفاقاته ويظل يحاول يعني عقله يشغله في منطقة واعتبر نفسه ذكي طبعا هو أنه يشغل عقله أنه يفكر أنه شون يوفق بين الحاضر والماضي فهو قد ما يتحدث معي يتحدث بثقة كاملة بنفسه لأنه جاي يشغل عقله ويفكر لكنه ما يعرف أنه سوى إطار الإطار اللي يفكر بي ويشغل بي كل طاقاته حتى لو كان مبدأ بالمناسبة ومبدأ بالدرجة خطيرة لكنه كل أمكاناتها موظفة في منطقة ميتة ولا قيمة لها هذا إرادة لها الشرح الوحدة بس المهم دائما هؤلاء تشوف أنه كل اللي يسوونه وهذه المنطقة اللي يفكرون بها هي دائما تصب إتجاه أهل هو العداء الجديد والانتصار للماضي طبعا الانتصار ماضي دين القرآن مقدسات قصص كثيرة المسيح يقول كذا حتى المدمن عن مخدراتهم يحكي فهي الفكرة نفسها السيستم والعملية والمعادلة هي نفسها ويجيب الدين يجيب مظائب يجيب حتى عقاب أو عائلة أي قضية بشرية حطها تطلع هيا الفكرة نفسها العداء الجديد والانتصار للماضي هاي بخلاصة كل شيء ونتيجتها دائما طبعا المعروفة المقدمة المعروفة هي العودة هو الانغلاق على كل واحدين انغلاق على نفسه ويظهر مستقر قاعد فيه وفي الماضي هاي الحالة طبعا إلهمة ناظرها بالفيزياء بأجبار علم الفيزيائي يعني متقاعد أو مستقيل من زمان يعني فتشبه للحالة إنه عندما بعد أينشتاين اللي يسوى هذه الثورة الهالة بالعلم وهو أهدف تغيير طبيعي كسر كل المقدسات العلمية فأجد الفيزياء بعد ذلك ظهرت الفيزياء الكوانتية الكوانتم ميكانيك وفيزيكس ويحتاج عليها الإنشتاينغر ما هذا يعني شنو مرة الكويترون يصير موجة مرة يصير مادة يرجع مادة ويصير فوتون الفوتون هوا فكرته أصلا المهم هو رفض فكرة التشابك الكبومي والله قال هاي ظهر الشبحية حتى في الأسفل الألم أني وكار البوبر اتهم بهذه الكوانتية بأنها مجرد تجارب ذهنية فشوفون أنه التغيير مو سهل يعني جزء من طبيعة الإنسان نظام أنها أولا عباقرة من كبار عباقرة وفيزيكس الألم وبر اللي اتهم نظرية كوانتية بأنها مجرد تجارب ذهنية تويني الخاص الآن حتى يختم لنزعة التسرفن أو التسرفن أو التثبيت هو لإنسان بحاجة دائما لأن يؤسس منطلقات الفكرية وبالتالي العملية بكل ما هو صغير أو كبير يعني حتى لو في كل قضايا يعني حتى لو كان لانا عند رابع أتعشها مثلا من خارج البيت فهذا يجب يعني أنطلق من فكرة أساسية أأسس هذه الفكرة حتى أطلق من إجهة أو أن أسألني مشروع فلابد أنطلق يعني من لحظة لولا لابد أنطلق من شيء أنه أنا رأيسي أفكر أنه شلو الأساسي لي أني سأطلق من خلاله لهذا التنفيذ هذا المشروع فعلى مدنة إذا أطلع البيت أطلع للمطعم أو أكل شيء فلابد أن أدرس وضعي شلو أحتياجاتي ربعوعة وكناسي جوني فلازم أسوي الأساس الذي أنطلق منه فعكذا في كل شيء وفي كل أمر إنسان دائما يحاجة لا منطلق ينطلق منهم فيضع الأساس حتى ينطلق بدون الأساس لا يمكن لا يمكن أنه فكرة أكل وستحيل ماكو أحد يسوي ماكو بشر ولاكو عائلية عقلية يسوي من هنا نفهم حاجة الإنسان للانطلاق من موضع ماه فحتى إن فيضع العملية ماذا يفعل علي أن ينظر إلى هذا الصندوق اللي بداها الرأسي اللي نسميه ذاكرة ويشوف شين الممكن عندما ما يجد بعض الحالات أو كثير من حالات القضايا المعقدة ما يجد اللي ينفع بهذا الصندوق فشي سوي يسأل الناس اللي حوله مثلا يديروا يسافر البلد آخر طرد فيسأل الناس اللي حوله هذا البلد شنو يعني يطلع على الأشياء لأنه ذاكرت يتعبدون بدين معين وأنا أيضا متعبد بهذا الدين أو محسوب عليهم لكن يتعلم شون يسأل الناس يسأل الناس تنهان على الأروا وهذه الأغلاء كل هذه الأغلاء سير يعني التجارة كاملة وسوقها رائج وكلها تطمح لجذب الأنظار الأنصار والأتباع الجذد إلهم والثوابت فتلقي أنه لأبو الدين إلى مساحته رجل الدين ودائما يحاول يجذب للأنصار والأتباع وأقوى مذاهب أخرى أيضا نفسها فهؤلاء كلهم يطالبون بوجود أو يحاولون جذب الأبصار والأتباع لهم الشيء يسرق من السن واحد من أتباعها السن يسرق من العلماني العلماني السن بين السن بين السن بين الشيخ الفلاني يرتد هذا الجامع ويرجع على ذلك الجامع هذا الموظف يتحول من شركة لأخرى وهكذا عملية التغييرات تم بهذه الطريقة لأن كل إنسان يحتاج من منطقة إذا شاف هذه المنطقة لا تصرف لذلك يحاول تغيير لكن تغيير على مستويات مختلفة لكن كلها تقوم على التجارة بالماضي هنا الفكرة الآن نبدأ عن إعتراضات على هذا القول المالتي قلت بأننا يجب أن نقدس المستقبل بدلا من أن نقدس الماضي هناك من قال بأنه لا تقديس للماضي ولا للحاضر وقلت أيضا بأنه لا يمكن أن يوجد مستقبل بدون تأسيس الحاضر على أرض الماضي لا يجب أن تفعل هذا التأسيس للحاضر لا يجب أن يتم على أرض الماضي من أجل المستقبل وليس بالعكس لا يمكن أن تقوم بأن تأسيس من الماضي على كل حال هناك من قال بأن الحاضر مرتبط الماضي وهو امتداد للإله لكن فقط نختلف على التقديس فالمقدس الوحيد هو الذات الإلهية فالسؤال أيضا ممكن ذات الإلهية مقدسة لكن ما هي الذات الإلهية ما هو معلاته الكلام رابض ومعرف ما هو مقدس الذات الإلهية يعني الله من هو الله شرحت على شعرته والله من هو يجي وعلى غني لا الله هو وكذا ستتصل في قضية معقدة وإله علاقة بالماضي وبالتالي ستدخل ورح ترجع إلى الماضي يعني الحاضر أيضا كما بعض يقول من الحاضر هو امتداد أو مرتبط للماضي وهو امتداد إلى يعني كما قلت منه العلاقة مع الله واللات الالهية هذا الشيء الوحيد المقدس فهذا قضية كما قلت غير منطقية يعني الآن التقديس يجب أن أختم وقول أنه التقديس هو الوحرة بشرية لانشواهتهم الموجودة على عرض الواقع والحياة والتاريخ والتقديس ليس بالضرع هو الوحرة دينية فممكن تجد التقديس للناس تقدس الأرض تقدس الوطن أو يقدس الحب مثلا أو يقدس الموسيقى تعتبر عندها قضية لا يعني الدين الوكالة الحصرية بالمقدسات فمثلة عامة وأيضا المقدس أو التقديس عملية مو جيدة دائما بالضرورة بها الجانب السلبي وبها الجانب السيء وربما كما قلت لون الوطن قد يكون مقدس العلم الدولة أيضا يمكن أن يكون مقدس العلمانية نفسها أيضا مقدسة بعض فهي كل شيء ممكن يتحول إلى دين ولا مقدس مؤمن أنت كيف تريد أن تثبت شيء حول إلى مقدس حول إلى مقدس تتخلص من المتغيرات وتتثبت على مقام وتتعشع درسك الترتاح تتخلص من كل هذه العجات تتوقف قد نشاطاتك وطبوحاتك توقف والظل ثابت على منطقة وحددة لا تتجاوز وتحاول تدافع عنها وهذا بالله بطل يصير عبر الكريم إنه تخترع الدين أو مجمع هنا جمعاتنا ومجمعاتنا وهنا قطئنا والآخرين يكونوا معدائنا هناك منقات بأن المقدس أو التخديس هو المعايشة والقبول فأنا أقول لها لك الأمر مصحية أن التخديس عملية لابد أن تضع من خلالها حدود بين شيء اسم المقدس محرم ومدنس مباح أو مقروح لابد أن يكون حدود بين المقدس والمحرم والمدنس وهناك فصل بين الطرفين فأنا لا تستطيع مثلا كما قلت تخطط لمشروع ترغي إلى مطعم مثلا فلابد أن يتأسس شيء وإذا لم تأسس فشوى تطلع إذا تعدك مشروع تجيب أو تحصل لا بد أن تنطلق من شيء فلا يمكن انطلاق من فراغ وهذه مسألة التخديس لذلك نجدها مهمة في حياة البشرية قول لك من القالم أنه هنا أن التخديس هو تعطيل للعاكل هو طبعا أنا أكد وأقول ويعطل يعني الجانب المغامر في النفس البشرية وهذا الجانب وهذا العملية تعطيلها فيها ما هو سربي أو إيجابي كما أثبت سابقا شكرا جزيلا والإعلاء قريب وأسفة علينا مع السلام